بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بحب أشكر السادة رؤساء الجلسة والسيدات دكتور انتصار وأشكر جمعية جنوب الوادي ودعوتي كل أفرادها الحقيقة إخواتي وحبيبي ودايما ببقى سعيد الحقيقة في الميتنج معاهم هنا في المؤتمر العلم الجميل ده الحقيقة إحنا في عين شمس بدأنا بدأنا الحقيقة موفقة في الحالة نفسها هتشوفوا دلوقتي معايا لكن الحمد لله في حاجات كثيرة قوي إحنا كسبناها الأجندة بتاعتي هيبقى فيها عن الموضوع ككل والتشالينجز اللي قابلتنا في مصر أو اللي بتقابلنا عشان أكيد التجربة دي هتتكرر وطبعا إحنا زي ما قلنا وعرفنا قبل كده خلال السنتين اللي فاتوا لما بدأنا البروجيكت أن كلنا تيم واحد يعني أسرة الأمراض الصدرية كلها تيم واحد في الموضوع ده والستارت بتاعنا كان ازاي ومشي ازاي طبعا فيه إليجيبيليتي في لانج ترانسبلانتيشن جينال كريتيريا وديزيز سبيسيفيك كريتيريا وشوية كونتر انديكيشن هنعدي عليهم بسرعة عشان الوقت هو طبعا الإليجيبيليتي بتبقى في اي كرونيك لانج ترانسبلانتيشن خادنا المكسنام اوبتيمال ميديكال اند سيرجيكال ثيرابي مو منفعش ده ببساطة شديدة طبعا احنا بنقابل عينيين كتير في البراكتس بتاعنا اللانج ترانسبلانتيشن ريرلي ان اوبيشن في الاخيوتيكال كريتيريكال الأخير، الكموربيت كونترانيشن الاجتماعي والأحيانا بتمنع على احنا نتجاج في الموضوع. والأخير ميضاني ميزاني الروتين سكرينيك لالالجناسي الذي نفعل سيفير إميونيوني كونترانيشن فلازم نتطمنين ان ما فيش مشكلة. الاجج من الحاجات اللي بتوقفنا شوية لكن ما هيش أبسوليوت الاجج من الترانسبلانتيشن في حوالة 55 عام، وغيرين 65 عام، وغيرين 60 عام، لكن زي ما هنشوف ده ليش أبسوليوت الدزيزة ليس تكبيرة من الدزيز بتاعتنا الOCOPD والرستركتف لنغ ديزيز الIPF أهمهم سيبتك لنغ ديزيز السيستيك فايبروزيز بلمانري فاسكواليز أهمهم البرايمري بالماني هايبرتنشن والايزين مينجر سندرو الكنترى الابسوليوت ماليقنا نسيخلال سنتين اللي فاتوا ننكيراب والكرونيك إكسرا بلمانري ديزيز انريسكت انتريتبل ادفانسي ديزيزيز لأيان لسه بيدخن السجود فاتوا في قناة السجود وثير منا Mandchen Thratt يملكتب تكين chasedراتي مرحلة ديزيزية الإعلاج كانot walk Fish كانت 날جان ٤ٔ سبتكين اشتركوا في القناة 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 الاذسيزيا وشكتاروا هو وسافر مجموعة تانية كان فيها واخترنا المكان مستشفاعين شمسي التخصصي فبدأنا نحضر اللوجيستيكس المطلوبة فبدأنا نعمل تطوير في قط العمليات بطريقة معينة وبدأنا نعمل تطوير في الرعاية المركزة وعملنا سويت خاص للترانس بلانت هو كان معمول علشان فيه يونت ترانس بلانت الموجودة في عين شامس علشان الليفر والكيدني ويضمن عليها اللنج ونحن على مستوى اسم الصدر الحقيقة بمساعدة زميلة الدكتور عماد ودكتور أشرف المذكور استغلينا الفرصة وكان فيه بجيت وغيرنا كل وحدة المناظير بجانب كده غيرنا وحدة البلمونري فانكشن بالكامل بقى فيها دفيوجين وبقى فيها سبايرومتري طبعا وبقى فيها سي بي اكس على أعلى مستوى وبقى فيه يونت مع بتوع الكارديولوجي فور ري هاب وكوننا التيم تغير في الفترة دي ناس اعتذرت وناس دخلت وناس خارجت وده آخر التيم الحقيقة اللي أنا بتشرف أن أنا أكون موجود معه وبدأنا أول عيادة في الترانس بلانت في 2019 في ديسمبر بدأنا نروكروت بعض الحالات بنمشي ستيب ستيب طبعا مشكلة أن العيان لازم يجي تنعات اتنين دونرز بالماتشت اي بي او جروب فدي طبعا كانت مشكلة كبيرة يتكلم العيان أنا عايز أحجز نقوله طبعا اتنين دونر وعمل لهم بلاد جروب ولازم يبقوا زيك فيروح ما يجيش تاني ياما ما عندوش الدونر ياما الدونرز الافيلا ولوش نفس الاي بي او جروب فالحقيقة مع زمالنا من اسم الجراحة قالوا طبعا نفتح الدايرة شوية محدش عارف قدام شوية ممكن الكتافيركت يتم أي عيان لجيبول ندخله ونحطه في ريجستريشن ونعمله فايلينج يمكن قدام شوية ربنا يسهل وفعلا الموضوع اتحرك شوية بس جات الكورونا في 2019 بقى وقفتنا كان المفروض في النص التاني من 2020 ييجي هيروشي ديت عشان يعمل اوديتنج على المكان طبعا ما جاش واعتذر وإحنا كنا خلاص بقى دخلنا في الدائلنا بتاعت الكورونا وعين شمس شالت شيلة كبيرة كان فينا عندنا حولي اكتر من 300 سرير كوفيد في المستشفيات فما قدرناش نعمل اي حاجة في الفترة دي في اخر بقى سنة 21 كده بدأنا نقول احنا عايزين بقى ايه نرجع تاني نشتغل بدأنا نرجع العيادة بدأنا نتكلم بصورة افضل نشوف عيانين اكتر وهيروشي ديت الحقيقة حدد وقال انا هاجي في اخر اتنين وعشرين الكلام ده كان في بداية اتنين وعشرين طبعا ليستة كبيرة زيها ما حضراتكم شايفين يعني ده اللي مطلوب يتعامل للريسيبيونت دمام كمية انفستيجيشنز مهولة بتخش احياني ان انا بحتاج اعمل بتسي تي لما لاقي لينف نوت كده مش متفسرة ليكون فيها مليجننسي وقابلتنا المشكلة دي في واحد من الريسيبيونت قوي نفس الليست او تقريبا يعني حاجات كتيرة منها في الدونرز عملية مكلفة جدا والجامعة الحقيقة اخدت على عاطقها من اول خمس حالاتها تشيلهم بالكامل وكانت الحزبة دي قبل الدولار ما يزيد كانت البودجت اروند وان ميليون ان سيفن هندرد تكلفة للبروسيس على بعضيها فقلنا طب نبدأ ازاي الاول العيان يجيوا مع الدونرز وبعدين الدونرز دول يبقوا ماتشد من ناحة البلمونيوري فانكشن بقين احنا اللي عملنا عندنا بلاش مش مشكلة وبعدين بقوا ماتشد والاتنين دونر موافقين نقوم عاملين ال HLA تايبنج HLA تايبنج تلع ده مكلف نكلفة 41 الف HLA تايبنج تلع كويس نكمل بقى تمام ما بين الحقيقة اكتر من الخمسين عيان في خلال النص سنة الاولاني في اتنين وعشرين تلعنا باثنين عيانين محمد علي خمسة وعشرين سنة عيان بيشتغل في مصنع ازاز بالساند بيستمول الساند بلاستنج داي بيرسم على الازاز بالساند وقال له اي بي اف وكان معاته اخته خمسة وعشرين سنة وابن خاله والعيانة الثانية اللي هي زرعت بعد كل هي صرح صحر ربيع تسعة وعشرين سنة وكانت عندها دزيز والاتنين كان معاهم اتنين دونر بكل الكريتيريا وكانوا ماشيين كويس اوي جيه عم محمد علي اللي احنا كنا معتمدين علينا ان صحر الحقيقة كان عندها مشاكل كتير زي ما هنشوف دلوقتي كان هو ما عندهوش حاجة خالص غير الاي بي اف يعني بتاعه كويس كويس كل حاجة كويسة فيه جيه ابن خاله وعمل مشكلة كبيرة جدا فوجئنا بابوه جاي المستشفى ومعاه عصبة من الرجال وقال انا هخسر لكم المستشفى انتم بتضغطوا على ابني انتم مضين على ابني مضين ابني غصبا عنه والكلام ده مش صحيح بس احنا لقينا الموضوع يخش في امور عائلية فلغينا الحقيقة محمد علي للأسف بعد ما كلفنا فوق المائتين الف جنيه تحضير اتبقت معنا صحر صحر الحقيقة كتوينتي ناين يرز اول ديفورسد بورن ان ليفز ان فييوم هاوس وايف بيرد بليدر فور توينتي يرز بلات جروب هيبي بوزتيف الوزنها مش بطال كان البودي ماس اندكس فاعة 18 الكلينيك البرزنتيشن كان جاي ببوريسف ديسنيا في اخر عشر سنين تحجزت في الارعاء المركزة كذا مرة وكانت على دمسيل اكشي اتنين ليتر برمينت احيانا يزيد لاربعة لتر اخر الحقيقة اه ست شهر ما كانتش بتنزل عن الاربعة لتر كانت ماشي على بريدنزولون عشرين وابا سايو بريم وكلها كوفيد في سنة واحد وعشرين محتاجش هاسبتال ادنيشن ودياجنوز عندها بالموني الامبوليزم في تسعة اتنين وعشرين لما لقينا الاكشن دماندي بتاعها زاد والبالموني ارت بريشر نط من من تمانين نط بقى مية فعملنا لها سي تي انجو بطينا عندها بالموني الامبوليزم لقيتش لقى طايبنج مع اخواتها كان معقول جدا وكان في حاجة كمان مهمة قوي يعني الحقيقة اخواتها كانوا كل يوم يسألونا هنزرع امتى احنا عايزين نزرع لاختنا اختنا شكلها تعبان لو سمحتوا زرعوها لو سمحتوا انقذوها لو سمحت فلاول مرة تلاقي الدونرز هما اللي بتضغطوا عليك احنا بندهر على دونر مش يلاقيين الدونرز هما اللي بيزقوك الاكو بتاعها زي ما حضراتكو شايفين كده ده الاكو كان فيه سيفير ترايكاس بدرجيرج والرائد من تيكو السيستوليك بريشرى تلاتة وتمانين ده في شهر تمانية اللي بعديه في شهر عشر لما الاكشن دماندي بتاعها زاد عالي الرايد من تيكو السيستوليك بريشرى مية. دكتور الاي سيو اللي معانا قال انا ما زرعش ما 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 تحملش ريسك عيانة زي دي المورتاليتي فيها هيبقى عالي جدا 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 لكن البنت الحقيقة كان بدي تيروريت قدام عينينا. اللاب بتاعها كان الهموغروم بتاعها تسعة وكان فيه اوكلت بلات في الستول. اه اه الفيرل ماركس رحيتها ما كانش سجنيفكنت قوي لكن المشكلة اللي هي اكتشفنا بقى ان هي عندها انتي فوسفوليبيد سندروم. ودي المشكلة المصيبة الكبيرة الحقيقة اللي واجهتنا بعد كده في البوست اوبرتف. انها طلعت انتي فوسفوليبيد وده اللي عمل لها البلمونري امبوليزم. الاسبيرومتري بتاعها يعني ما كانش بطال افي اي في وان كان تسعة وعشرين في المية والافي في سي حوالي اه واحد واربعين في المية لما تعمل لها السي تي اللانج فوليومتري طبعا دور الراديولوجي في زرعي الحقيقة من الادوار الهامة جدا. الانج مابينج والفوليومتري وحساب الفوليومز بدقة فوليوم فوليوم. انا بحسب بالفونكشنز التوتال كبسة لكن ما هو بقدر يحسب لي فوليوم فوليوم. وبيرسم لي كمان فرشوال صورة فرشوال للبرونكيال تري علشان يساعد الجراح في ان هو يقطع فين ويوصل فين. وبيصور لي كمان الفينس سيستم والارتيريال سيستم كل دي حاجات سيرجكال التكنيكس الكراح بيستفيد منها جدا. زي ما حضراتكم شايفين هنا كان فيه سرومبوس موجودة في الرايت اوبر لوبارتري اكتنين توينفول في ريليتد سيجمينتال برانش يسبب توتال ايكلوشن في انتيريو سيجمينتال برانش. وزي ما شايفين في السطر الاخير كان الرايت ميديا الاند لاترال ميدل لوبار ارتري ارسين 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 اللوب. احنا عندنا 19 اللوب في التو لانج اللي هناخد منه الرايت بنضرب خمسة في خمسة على تسعتاشر. وناخد منه الليفت بنضرب في اربعة على تسعتاشر ونجمعهم على بعض. ولازم مجموعهم يكون اكتر من خمسين في المائة من تبريدكتد بتاع ريسي بيانت. بالنسبة لصحر كان التوتال بالنسبة للتو لوبز بتاع اخواتها كان هيعملوا تو بوينت فورتي ناين وهي بتاعها كان ثري بوينت ثيرتي ايد. فكانت النسبة هتبقى تلاتة وسبعين في المائة منترى من خمسين في المائة. فكان مجموع جيد لفتالات الرايتين. مع اللي حصل الحقيقة و PSI الحالة مع دكتور هيروشي ديت. هيروشي ديت بقى وصل في اول شهر 12 يوم 12.12 واحنا كنا جاهزين البنت دي وحنا على communication معها وقال بنت دي she will die. if she is not going to do transplant. وطالما الدونورز جاهزين وبيتبوش اس وكل حاجة جاهزة قال لنا ممكن نشتغلها وان شاء الله بعد مناقشة ساعتين اول ما وصل كنا كلنا حاضرين قرر ان احنا نشتغلها وحط السيناريو او بي و سي مع الجراحين ومع الانسيزيا وكان له جملة ملفتة جدا قال لو سمحت للدكتور عادل انصاري رئيس فريق الانسيزيا قال للدكتور عادل انصاري رئيس فريق الانسيزيا وكان المرتدي في الاندكتور عالية جدا يوم 14-12 عملنا العملية ساعة 9 الصبح الحقيقة في اربعة رومز رومز فور ذي ريسيبيون تو رومز فور ذي دونر اند باك ايريا رومز بيتحضر فيها الجرافتس عشان تتنقل الاندكتور عالية جدا والراجل نفسه اشاد بالانسيزيا يتيم الحقيقة ما كانش مسادة وبالتالي بيجو اهد والراجل فريدل قاعد معنا الحقيقة حوالي عشر ساعات الدكتور محمد قاعد من تسع الصبح لحد تسع بليل او عشر بليل فجئنا اول ما راكمنا الاسوان جانزل البلموني قلت بتاعها مش مية زي ما هو طالع في البتاع مية واربعين يعني معد السيستيميك بريشور فقسقطة في يدنا الحقيقة وكانت الحكاية دي من الحاجات اللي حسستنا في الاول بشوية احباط اثناء العملية انترا اوبرتف بتده ينزل شوية ده البلموني بريشور هنا هه تمانية وتسعين على تلاتين بعد تلاتة اربعة يام من العملية نزل بقى تقريبا نورمال يعني الابريشن تايم كان حوالي عشر ساعات والعيانة دي ستشارجت باوبن ثوركس لان اضطرنا نخرجها بسنترا الاكمو وعلى غير العادة يعني لو الاكمو هاتشال بعد يوم او اتنين هي الاكمو تشال يوم الخميس اللي بعده يعني في اليوم التامن تقريبا ساكسسفول الدكتور محمد تشال وكان ساعتها يوم الحقيقة بالنسبة لنا يوم نصر كبير والبنت كتكويسها وفي اليوم ده ساعت الرجل سافر تاني يوم وهو في الطيارة بعت لنا الرسالة دي كانت مجموعة والمعارضة لني أن تكون مجموعة في مجموعة التلاتي انا في الارضة ونصر في ثلاثة ساعتني عندما لديك الوقت وبعد ما وصل تاني يوم بعت لنا هذا الجواب من الجامعة جواب الحقيقة بيقول في السامري بتاعه ان كيوتو يونيفيرستي حسبتال يشرفها انها تتعاون مع جمعة عين شامس ومع تيم ومع اللوجيستيكس اللي اتحققت كلها ده جواب رد رسمي بقى لان هو طالع رسمي من كيوتو علشان يفتش على اللوجيستيكس لقاها كلها كاملة ومتكاملة والتيم بيشتغل بطريقة very professional ما كانش الحقيقة الراجل متوقع هذا بعد ما كان الحقيقة هما لما راحوا اول مرة قابلهم وقابلوا احشي قوي يعني كان متخالي ان دي ناس جاي تهزر وتلعب لكن الحقيقة بعد يومين ثلاثة لقاهم dedicated وبيعودوا من سبعة الصبح لحد هما بيمشي سبعة تمانية بالليل وناس عايز تتعلم بجد فغير الحقيقة فكرته وده اللي خلاه يستمر في التعاون معنا ولما جي شاف بنفسه الحقيقة بعت الجواب الأوفيشيال ده من الجامعة عنده بيشكر فيها الستارت الحقيقة The lung transplant team is directed by Dr. Ahmed and Dr. Mohammed. A number of team members spent one to three months at Kyoto University Hospital to learn. The program is well prepared and organized in terms of preoperative preparation, interthoracic management and postoperative care. The team members were very cooperative and enthusiastic to save the life of this young female patient. بعد حوالي يعني احنا عملنا العملية يوم 14 يوم 4 جانواري she passed away الدخول في تفاصيل progress of the case وكده عايزة نفرد لها ساعتين كل همي دلوقتي ان احنا we started and we succeeded to start we have a very good system to start with still cooperation مع كل مجتمع الامراض الصدرية موجود ونحنا بنرحب به وحضراتكم موجودين معانا واي زي ما وعدنا قبل كده في عين شمس اي حد من الزمل عنده حالة he will be one of the team وممكن يبقى involved معانا في ال post operative care بتاعها وفي ال pre operative preparation بعد ما العيانة الحقيقة ضايد هو كان متابعها معانا كنا بنعمل meeting الصبح وبالليل كنا بنمر عيانة ونعمل لها broncoscope عشان نشوف ال stand ونشوف ال secretions ونبعث culture daily وكنا بنبعث له كل ده وبيعمل معانا zoom meeting كل يوم بعد ما ضايد الحقيقة بعت يقول لنا I truly respect the effort of the team to save the life of the young lady I also respect the family members including two brothers who denote their lungs هما خرجوا اليوم السادس in a very good shape الحقيقة I understand how deeply disappointed they are and I share their feelings I do have similar experiences in the past the ancient lung transplant team is very cooperative enthusiastic and has a good sense of ethics the operation itself went very well and the disappointing results was unpredictable best regards والحقيقة ده كان السكسيس أو السكسيس الحقيقي والناس اللي وعيين في الإعلام الحقيقة كانوا مشجعين في الحكاية دي وعملوا ببروموشن للمشروع بصورة دي كانت أحد المقالات اللي اتنشرت عين شمس شرف المحاولة والعزيمة وهي فعلا كده يعني ما يقولش عين شمس بس بيقول مجتمع الأمراض الصدرية كله ساهم في أن كل الزمالة كانوا بيسألوا وكانوا بيتطمنوا على الحالة عشان يشوفوا اللي حصل إيه وإحنا الحقيقة مصررين أن إحنا نستمر على المستوى الاخلاقي والاجتماعي والديني أن إحنا نقدم الخدمة دي اللي إحنا جهزنا لها كل حاجة من أول البرسون لحد وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم وبشكر حضراتكم جميعا وربنا يوفقنا في دي جلس حال شكرا